السلام عليكم ناس الجياسكا هذي اهداف اتحاد العاصمة امام شباب الوزداد هدفين مقابل سيفر والله صدقوني اذا كتشوفوا الهدف الثاني اذا اضحوك هذا الهدف الاول من مخالفة مباشرة واما صير الشابيبة بيديها جماعة لايك على الفيديو اعبوني في القناة وتركونا تعليق الشابيبة لازمها تفوز في بارادو ومت سنة حتى نتيجة من اي واحدة جماعة شاهدوا اليوم شباب الوزداد لو شوفوا الهدف الثاني الحارس كان خارج وكان كاورتكا يعني بالمعنى انه صايد الشامبيون عاد ما يلاحبش بالقلب هذاك شابيب باضوكم هتسنى حتى مزيئ من حتى ايكيب شاهدوا الحارس وليمشال كوفرون بعدها بعضها بعض اللامسات هذا والهدف الثاني اجماعوا اتركونا تعليق على الهدف تاني هذا جماعوا ايسونسيال شوفوا شاهدوا الحارس وينوى جماعوا هاو هنو هنو تشاهدوا الحارس الغالب هنزينا من فيديو ايسونسيال شوفوا الجيال حارس هدف يعني ماشي مش كل دوم هاش وشي هو الشابيبة لازمها تفوز في بارادو والله نقطة تكفيها تروح المرتبة التانية وكأس رابطة ابطال افريقيا جماعوا ايسونسيال اليوم هذا الفوز ما يخدم الشابيب بالقبائل لا يخدمها باتاتا لو تفوز اتحاد العاصمة وتخسر شابيب بالقبائل في المقابلة الاخيرة اتحاد العاصمة هي اللي راح تفوز بالمرتبة التانية ايسونسيال جماعوا ما صير الشابيبة بيدها هذا هو العنوة نجمعوا لازم لازم الشاب تأش عابب قبائل يوقف يد واحدة يوقف معليك يبتاعو وهذه تدريبات الشابيبة القبائل المهم الشابيبة راه بحاجة الى شابها لازم يوقف الماتشة ووكله صح مش رحي دي فلاصي الشاب باهتر بح شابيب القبائل ولكن معنويا لازم كلمة واحدة لازم نوقف مع شابيب القبائل لازم نوقف مع اللعبين وان شاء الله وراء الماشي كل حديث حديث احنا في الفاريوز هذه لازم يد واحدة وكلمة واحدة ونوقف مع اللعبين حتى يحقونا نتيجة ايجابية في بارادو قلنا نتيجة ايجابية تخلي الشابيبة تفوز بالمرتبة التانية نزيد نذكر راهي النتيجة تالي يوم ما تخدمش شابيب القبائل تالي اتحاد العاصمة جمعة فوزها اليوم ما يخدمش الشابيبة ايسانسيال الشابيبة ما صيرها بيدها امام بارادو نهر السبت ان شاء الله مربوها ان شاء الله وان شاء الله لما لا تعادل او فوز ومن سنة ومزيح تواهد لايك على الفيديو وعبوني في القناة وترجمة تعليق سلام خاوزي